نناقش في حلقة هذه الليلة بالبحث والتحليل هذين الملفين حراك السودان يصل إلى محطة العصيان المدني ما الجدوى منه وماذا عن خيارات المجلس العسكري حزب المحافظين البريطاني يستعد لاختيار خاليفة تيرزمي فهل ينجح في رأب الصدع وحل معضلة الخروج الأوروبي؟ إلى محطة العصيان المدني وصل الحراك الشعبي والسياسي في السودان بدعوة من قوى المعارضة الرئيسية وفي مقدمتها تجمع المهنيين الذي أكد استمرار العصيان الشامل حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية خطوة تصعيدية من قبل قادة الاحتجاج في محاولة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي خاصة بعد أحداث فضل الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم فما الجدوى من العصيان الذي تعول عليه المعارضة؟ وهل تملك من أوراق أخرى للضغط؟ وهل قطعت المعارضة بذلك خيوط الحوار والتفاوض من جديد رغم قبولها بالوساطة الإثيوبية؟ وما موقف المجلس العسكري من هذا التطور؟ وماذا يملك من خيارات؟ وهل يتراجع عن قارطة الطريق التي أعلنها وتضمنت الدعوة لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها للحوار في هذا الملف لكن بعد هذا التقرير بعد أيام من التوتر في السودان عقب أحداث اعتصام القيادة العامة في الخرطوم بدأ عصيان المدني دعت إليه قوى الحرية والتغيير وأشار تجمع المهنيين السودانيين إلى أن العصيان لن ينتهي إلا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ولاقت دعوات العصيان المدني استجابة ملحوظة شاملت محالة تجارية وخدمية فيما توقفت خدمات مطار الخرطوم الدولي وألغيت جميع الرحلات المغادرة منه والقادمة إليه لازم مطالبنا تحقق بشكل كامل بشكل شمولي ما بالتجزيها طبعا كان حصل أيام الاعتصام أنه أدونا نسبة للميليس الوزاري لكننا لا نريد أن الميليس الوزاري نحن نعرف أن الميليس الوزاري هو اللي يتحكم في البلد كلها لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين أكدت سقوط عدد من القتلى أثناء محاولات لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام في الشوارع فرغم وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتهديئة الأوضاع والمساهمة في حل الأزمة استمرت المواجهات بين الشرطة السودانية والمتظاهرين حيث منعت الشرطة المتظاهرين من نصب حواجز على الطرق وكان تجمع المهنيين السودانيين قال إنه قبل وساطة أبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري لكنه حدد شروطا قبل العودة إلى مائدة التفاوض تشمل تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دوليا لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت منذ الإطاحة بالبشير ومحاسبة المسؤولين عنها ودعى تجمع المهنيين إلى إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ومواصلة التفاوض لتسليم السلطة إلى مجلس سيادي يشكل المدنيون أغلبية وإلا فإن رسيان المدنية سيستمر اشتركوا في القناة أرحب بضيوفي هذا الملف في الأستوديو معي هنا في القاهرة المحلل السياسي السوداني الأستاذ عبدالواحد إبراهيم مرحبا بك سود عبدالواحد وأرحب من الخرطون بالأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار مرحبا بكما وأبدأ معك سود عبدالواحد قوة علان حرية التغيير قالت أنه هذا عصيان مدني حتى إذاعة البيان رقم واحد بتسليم السلطة للمدنيين إذن لا تراجعوا لا استسلام من المؤكد أن هذا هو العصيان الخامس في تاريخ السودان وأعتقد أنه الأشمل وأعتقد أنه الأغوى تأثيرا حتى اللحظة بشهادة المراغبين الدوليين وبشهادة وسائل الإعلام الأجنبية ليست شهادة غيوة إعلان الحرية والتغيير أو تجمع المهنية فحسب للسودان تجربة في موضوع العصيان المدني فقط كانت أيام محدودة تجربة العصيان المدني وهي تذكرنا بشكل آخر بالعصيان المدني الذي غام في الهند سنة الثلاثين على أيام غاندي وفي جنوب أفريقيا أو في مصر في سنة الثاعتاشر أيام ساعة الزغلول التجربة تجربة مسيرة وقد تمتد تأثيرها خارج السودان من الناحية السياسية في تعزيز المطالب الشعبية في تعزيز مواغف ودعاة الديمقراطية ودعاة التجديد والتغيير في كافة الحال منطقة العربية والإفريقية هذا من الناحية أعتقد أنه بيان تجمع المهنيين كان واضحا الاستمرار في العصيان المدني حتى إصغاط المجلس العسكري أو اللجنة الأمنية العسكرية ده بالنسبة لتجمع المهنيين غوة إعلان الحرية والتغيير أيدت هذا الأمر لكن حسب رأيي قد تفصح بعض الغوة والآن أفصحت على لسان السيد الصديق المهدي تحدث عن أنه استمرارية العصيان المدني لابد أن تكون بأجل مضروب فاستمراره بالمطلق غير مفيد هنا أعتقد أصلا في أزمة اقتصادية رغم المساعدات التي تلقاها السودان في الفترة السابقة لكن في أزمة اقتصادية مؤسرة الجهاز الدولة البرغراطي توقف تماما بعض الناس يتحدثون عن العصيان المدني حقق نجاحات بنسبة 90 وآخرين عن 95 قد يكون في بعض الولايات 90 وفي الخرطوم بعض الناس يرون أنه 95 هذا الأمر من شأنه أن يساعد في عملية التعبية العامة ويجعل أفراد المجلس العسكري كأنما هم أشبه بمجلس الحاكم العام الاستعماري على أيام الإنجليز الآن في رفض جماهيري واسع النطاق للمجلس العسكري إمكانية العودة إلى مرحلة ما قبل فضة العصيان باتت صعبة الأحزاب السياسية لا تستطيع مهما أتيت من غوة ومن شجاعة أن تدفع باتجاه العودة للمفاوضات أعتقد أن الناس المفترض يدخلوا خصوصا الدول المؤسرة في الإغليم المفروض تدخل في مبادرة طيب قبل هذه النقطة أستاذ عبد الواحد داني أنتقل على الخرطوم مع الأستاذ عثمان كيف تتوقع إذن بإزاء هذه الصورة موقف المجلس العسكري من هذا العصيان ومن هذا التصعيد كيف سيكون نعم يعني أصلا المجلس العسكري كان تلقى الإنزار الأول عندما تم إعلان إضراب سياسي قبل حوالي عشرة أيام لمدة يومين ونفس بصورة كاملة بصورة قوية جدا فكان ذلك الرسالة الأولى التي وصلت بصورة كاملة إلى المجلس العسكري وكانت كافية أعتقد للتخلص على التعامل مع أي تطورات أخرى خاصة أن العسيان المدني كواحدة سيلجع إليها مجموعة قوى التغيير والقوى الحرية والتغيير إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فالآن وقد وصل الأمر إلى مرحلة العسيان المدني فواضح تماما أن المجلس العسكري قد انتوى أن مواجهة يعني بدلا من التعامل معه سياسيا مواجهة هذا العسيان المدني بالرفض ثم رفض كل الشروط التي قدمت ومواصلت المواجهة حتى آخر أي نوع من المواجهة بين الطرفين كيف سيواجه هذا العسيان؟ أنا أتوقع من جانب المجلس العسكري أنه يعول على إعلان حكومة من جانبه بمعنى إعلان تشكيل وزاري من جانبه كأنما هو يقول الآن تخطى تماما القوى الحرية والتغيير وتعامل مع قوى أخرى وهذا ما لوح له بيان رئيس المجلس البرهان عند مباشرة بعد اقتحام بأنه سيلجأ إلى التفاهم والحوال أنا أعتقد أن ذلك هو السلاح الوحيد الآن المتاح أمام المجلس وهذا يعني أن المواجهة أصبح الصفرية بين الطرفين كل طرفي أعتقد أنه سيقصي الطرف الآخر بصورة كاملة يعني إذن هو سيتراجع عن خارطة الطريقة التي أعلنها قبل أيام والتي قال فيها أنه هناك تسعة أشهر أمامه تسعة أشهر لتشكيل حكومة وما إلى ذلك لا هو لن يتراجع عن خارطة الطريقة التي أعلنها عن الانتخابات هو أعلن عن تراجعه عن الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بقسمة مستوى الحكمة الثلاثة أعلن تراجعه عن ذلك الاتفاق لكنه أعلن بديلا لذلك الاتفاق الذهاب رأسا إلى الانتخابات كحد أقصى في تحديده ولكن أنا أتحدث الآن عن التدابير الآنية الراهنة طيب أستاذ عثمان ابقى معي لأنه واضح أن هناك في مشكلة في التواصل معك سأعود إليك أستاذ عبد الواحد هذا الموقف أو هذا التصعيد من قبل الإعلان الحرية والتغيير بهذا العصيان وبدون سقف زمني ألا يعد قطعا لمسارات التواصل والحوار مع المجلس العسكري بشكل نهائي وألا يعد إفشال للوساطة الإثيوبية طيب غيوة إعلان الحرية والتغيير طرى في أن المجلس العسكري لم يعد شريكا يمكن الاستمرار معه في الدخول في مرحلة الانتغال ولديهم مبرراتهم الكثيرة خصوصا بعد فضل الاحتصام ويرونهم أنهم خانوا الاتفاق معهم وغدروا بهم وإلى آخر بالنسبة للموقف من المبادرة أنا أعتقد رغم قوة الدفعة الدولية للسيد أبو أحمد رئيس وزراء أسيوبية إلا أن مبادرة أبو أحمد محفوفة بالمخاطر هو غال صراحة أنه لم يأتي للفشل أتى لإنجاح المبادرة هذا من ناحية من ناحية أخرى المبعوثة للشخصي أو الشخص الذي خول له مباشرة تحد الأفريق الذي خول له الصلاحيات رئيس الوزراء مستشار رئيس الوزراء الأسيوبي سفير سابق بالخارجية الأسيوبية التحدث قال أنه ليس أمام العالم أي فرصة للفشل الفشل يعني الدخول في انزلاق والسودان بلد كبيرة ووضعها في غاية الخطورة وسوف تأثر على الجميع دون أن نشك ده بالنسبة للمبادرة أنا أعتقد أنه لكن لا الحرة غير قابلوها لا هم قابلوا المبادرة مش مبادرة الجلوس مع المجلس وكذا هم وضعوا قابلوا وساطة أبي أحمد أبو ساطة أبي أحمد هو ده رئيس أكبر بلد إفريغية وبالتالي يعني لا يمكن أن يتعاملوا معه يعني على نحو يرفضون مبادرته بالشكل اليسير فهو أيضا بلد لا وزنة مركز الاتحاد الأفريغي طب وماذا يعني قابل الوساطة إذا كنا سنترك الوساطة ونذهب إلى عسل هل تستطيع غوى الإغليم والاتحاد الأفريغي والمفوضية المجلس الأمن والسلم الأفريغي هل تستطيع أن تضغط على أعضاء المجلس العسكري ليقدموا استغالاته هذا هو المحك بالنسبة لي أنا شايف أن أي مبادرة لا تضغط على المجلس العسكري والغوات المسلحة ليبعاد كل من تجاوز ردبة العميد ولا فوق من الجيش سوف يصبح الأمر صعب لأنه كثير من الناس يعتبروا امتداد للنظام السابق نظام عمر البشير بل أنه حتى محاولات المجلس العسكري الحالي للبحث عن سنة شعبي وجماهيري لم يجدوا سنة شعبي وجماهيري إلا بالعودة إلى الأحزاب المنشطرة من حزب الحركة الإسلامية فهذه كارثة ما لم يتم إبعاد هذه الغيادات العسكرية العليا وهي أما موالية أيديولوجيا للنظام السابق وهو ما لم تتضمنه مبادرة أبي أحمد أو وساطة أبي أحمد أكيد لكن سؤالي مرة أخرى ماذا يعني قبل الوساطة إذا كنا سنتركها ونذهب لعصيان مدني يعني قبل الوساطة معنائي من الذي ارتكب هذه جريمة الشرعاء في 3 يونيو من المجلس العسكري هل بعلمه أم ليس بعلمه إن كان بعلمه فهو المزول بشكل جماعي وهم من تبقى منهم سبعة فقط أما إن لم يكن بعلمه يعني أن هذا المجلس العسكري عاجز عن تحقيق الأمن وحفظ الأمن في السودان وبالتالي يجب أن يسهب وتأتي غيادة من الغوات المسلحة غيوة إعلان الحرية والتغيير لا ترفض الشراكة مع الغوات المسلحة ولكنها ترفض الشراكة مع المجلس العسكري المجلس العسكري لا يمسل الغوات المسلحة لم يكن مجلسا منتخبا ولكن هي التراتيبية المتعلقة بظروف الجيش والتراتيبية المتعلقة بمدى العمل الزمني لدي قوى إعلار الحرية ولدي المجلس العسكري هي مجرد تراتيبية ليس أكثر لكن ليسوا هما الأكثر خبرة ولا هما غادة سياسيين داخل المؤسسة ولا هما أصحاب الكفاءات وحدهم لوحدهم معروف تشكيل المجلس العسكرية يعني إذن هو قبول قوى إعلان الحرية والتغيير لوساطة أبي أحمد هو قبول يعني وقبول التواصل مع القوات المسلحة لا يعني هو قبول ترحيب وقبول مجاملة لكن ما لم تتضمن مبادرته مطالب إعلان الحرية والتغيير ومحاكمة الذين تورطوا في الدماء وتسليم السلطة مزئولية جماعية طبعا فلا قبول هذا المزئولية جماعية لأضاع المجلس العسكري أبي أحمد لم يأتي لهذا الغرض من المؤكد ولكن لن تسفر عن شيء أنا أعتقد المبادرة في نهاية الأمن ولكن مع تأزم هذه الأوضاع ويعني سوف يصل صوت الإنزار لكل الغيوة الإغليمية والدولية وسوف تمارس الضغط على المجلس العسكري كما ضغطت الجماهير فيما سبق على ابن عوف وتنازل لأنه مرتبط بالنظام أيديولوجيا هؤلاء لم يكن كلهم مرتبطين أيديولوجيا إلا أنهم مرتبطين إما بالمصالح التي أتاح لهم البشير أو بالاشتراك في جرام يريدوا استبرارهم في الحكم للتغطية عليها خصوصا رئيس المجلس ونايبه ومزئول الطيران صلاح طيب أعودي للسؤول عثمان في الخرطوم إذن السؤال مرة أخرى أستاذ عثمان هل سيتراجع المجلس العسكري تحت ضغط التصعيد وتحت ضغط العسيان المدني عن الخارطة الطريق التي أعلنها والتي تضمنت الدعوة لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر يعني لا أعتقد أنه سيتراجع عن هذه الخارطة الخارطة للانتخابات بعد تسعة أشهر لأنها حتى الآن ليست الجدال الحقيقي بين الطرفين الطرفان الآن يتجادلان حول قضية الحكم المدني بمعنى قسمة مجلس السيادة لكم عدد المقاعد الاختصاصة تم الاتفاق عليها ومن يرأس مجلس السيادة هذه كانت المشكلة بين الطرفين لكن لم تكن قضية الانتخابات قضية الانتخابات زج بها من جانب المجلس العسكري في محاولة للضغط على قوى الحرية والتغيير باعتبار أنه سينهي المباراة ويتجي إلى خيارات أخرى وينهي الفترة الانتخابية بالكامل فلا أعتقد أنه سيلغي هذا التلويح بالانتخابات طيب السيد عبد الواحد أعود إليك وأعود إلى المبادرة الأثيوبية المجلس العسكري أعلن قبول المبادرة الأثيوبية أو الوساطة الأثيوبية لأنه ليست هناك مبادرة بملامح واضحة أعلن قبولها بدون شروط لما لم يتقبلها على الحرية والتغيير أيضا بدون شروط لأن هناك عايق يعني ما اتخذ من إجراءات من قبل المجلس العسكري ومنذ فترة كانت هناك مؤشرات تدول على أن المجلس العسكري يريدوا الاستمرار في السلطة ويريدوا حتى بالإشارة لما ذكروا الأستاذ عثمان فيما يتعلق بمجلس رأس الدولة أو مجلس السيادة أو المجلس الرئاسي يريدوا المجلس العسكري أن يستمر في الحكم بقوة إمكانياته في الجيش وهذا الأمر خاطئ لأن الجيش غطاء من الغطاعات وليس كل الغطاعات الدولة السودانية ليست الجيش السوداني الجيش السوداني جزء من الدولة السودانية وبالتالي مثلا هم غد يكون عددهم مغارب لعدد المعلمين مثلا فهل يعني هذا أن نترك السلطة للمعلمين؟ لا طبيعة السلطة في السوداء فئة من الفئات المجتمع ففكرة يعني كراهية السودانين للأنظمة الشمولية التي استمرت لفترة طويلة عدم ثقتهم في الأنظمة الشمولية بشكل مطلق كل هذا الأمر جعلهم يبدون مخاوفهم حتى قبل هذه الأحداث أنا أعتقد الأحزاف في السودان هي أكثر معرفة ودربة في الشأن السياسي من كثير بالمغارنة من البلدان بما لا يغاس وبالتالي من الضرورة بمكان الاستماع لهذه الأحزاب ولرؤيتها ففكرة كتالوج واحد يمرر على الكل هذا الأمر غير مجدي خصوصا أن هذا الكتالوج في وصفته العسكرية سوف يظل مرتبطا بالتنظيم السابق الذي شارك في حكم السودان منذ العام 77 اللي هو تنظيم الأخوان المسلمين غض النظر عن مسمياته العديدة والمختلفة هم يمارسون بعض المسرحيات يعني مثلا هم حزب واحد وأيدولوجيا واحدة يتوزعوا في عدة أحزاب منبر السلام المؤتمر الشعبي سايحون وإلى آخر من التنظيمات يعني نصرة الشريعة والغانون وبعضهم يدخلوهم في داعش مثل بتاع الشريعة والغانون وهكذا هذه أحزاب متطرفة أرهقت السودان وأرهقت دول الإغليم على فكرها وهذا نظام بدأ معادل كل دول الإغليم ولن يتخلى عن هذا الأمر هو الآن هذا التنظيم كامل فقط لمجرد مرحلة تمكين جديدة تتيح له الفرصة لتشدى ويمارس استفزازات من خلال المجلس العسكري؟ المجلس العسكري فيه ناس مرتبطين بالضرورة بالتنظيم هذا لأنه كما أسلفت لك حجم الجرائم التي وقعت طوال 30 سنة من حكم المخلوع كانت كبيرة وفي غيادات كبيرة من الجيش اشتركت فيها وأنت رأيت والعالم كله رأى كيف يضربون المدنيين العزل تحت إدعاعات وهي يعني لا يسلدها أي منطق ولا أي حجة يعني يسمون منطقة كولومبي يسمون معرفة متسوسين يعني حتى هذا الأمر يعني غير المطلع لكن هنا سوز عبد الواحد فيما يتعلق بمطلب القوى على الحرارة والتغيير العصيان المدني حتى إذاعة بيان تسليم السلطة للمدنيين يعني يبدو أنه المطلب مسرحي أكثر منه واقعي يعني كيف يكون؟ كيف يكون نحن في عصيان مدني حتى نسلم السلطة المدني؟ كيف نسلم السلطة المدنيين؟ هذه مسائل إجرائية ومسائل تستلزم الجلوس للتفاوض والحديث والأخذ والرد أليس كذلك؟ من المؤكد وأنت قطعت مسارات التفاوض من المؤكد يعني أنا أتحدث كمتابعة مراغب لهذا الشأن يعني هما لديهم تجربة يعني في الفترة السابقة تجربة رئاسة أبن عوف للمجلس ولديهم في أيام تقريبا طبعا أيها بالإضافة لأنه هما تشددوا في هذا الأمر لأنه حجم الحراك نفسه اتسع هذه المأساة هزت كل بيت سوداني يعني كل بيت سوداني بما فيه بعض أبناء أعضاء المجلس العسكري ذات نفسهم تبرقوا من هذه الجريمة وناشدوا آباهم لترك هذا الأمر أو لتبرئات أنفسهم هذه الجريمة هزت كل السودان وكل العالم أنا أعتقد يعني وكل الإغليم يعني وبالتالي هم مصممون على الدغط إلى أقصى حد ممكن وهو زهاب المجلس العسكري هم لم يطالبوا بحل القوات المسلحة هم لم يطالبوا بحل الجيش هم طالبوا بزهاب المجلس العسكري وهم عدد محدود جدا من الغيادات وكل هذه الغيادات كما أسلفت لك من دراستة لتكوين الجيش السوداني من عدة مصادر ومتابحت له كل هذه الغيادات من ردبة عميد وإلى أعلى هذه الغيادات مورطة إما بالاشتراك الأيدوليجي إما بالاشتراك في جرائم إما بالاشتراك في مصالح وفساد هؤلاء الناس بعض لديهم جبال من الزهب يعني بعضهم لديهم جبال من الزهب متروكة لهم بدل تجل الخزانة العامة وتوزع على الإغليم نفسه على الدولة ككل متروكة لأفراد فيه فساد مزمن في السودان اشتركت فيه فئات مدنية وفئات عسكرية وبالتالي هذا المجلس أنا ظني وظن آخرين كسر أن هذا المجلس مورط في غضايا كثيرة من ضمن غضايا فساد وغضايا جرائم بنائية يعني هدف التصعيد أفهم من ذلك أن هدف التصعيد هو تغيير المجلس العسكري؟ حسب وشاط نظري أنه أنا شايف من خلال غراءتي لأطراف مكونة لتحالف غوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف خارج غوى إعلان الحرية والتغيير تؤيد غوى إعلان الحرية والتغيير وإن لم توقع معه قوة الدفع الجماهيري هذه عن طريق المنظمات السياسية والمنظومات السياسية هي تماما السكفي بتاعه هو ذهاب المجلس العسكري غير هذا الأمر أنا أعتقد البلد تدخل في أزمة العسياة المدنية آلية من آليات هذا الحراكة الجماهير السودانين لا يريدوا أن يسهبوا باتجاه الغطال ومجابها العنيفة وكذا لكي لا تضيع البلد لأن تعلم أنت البلد التي تدخل في حروبات تحتاج لخمسين سنة لتعود على ما كانت عليه قبل الحال لكن الحراكة عمل مع هذا المجلس الذي يتهمه الآن عمل معه هناك فساد وكذا ويريد تغييره هو تعامل معه وراضي به واعتبره شريكا له في المرحلة الانتقالية هو تعامل معه تحت ضغط بعض غياذات الغوى السياسية الذين يريدون أن يسارعوا بالذهاب إلى المرحلة الانتقالية على فكرة غوة إعلان الحرية والتغيير لم تطالب بالسلطة فمجلس الوزراء بالكامل هو مجلس وزراء من التكنغرات التكنغرات يعني أصحاب الخبرات والكفاءات في السودان وفي المنظمات الدولية وفي دول العالم المختلفة يستطيع أن يشكلوا مجلس وزراء ومجالس ولايات وحكام ولايات وإلى آخره غوة إعلان الحرية لن تشارك وكل معظمهم يعني غالبيتهم لن يشاركوا يعني كأحزاب سياسية بالمعنى ولكنهم سوف يشتركوا في اختيار الناس وبالتالي الناس المختارين من هولاد التكنغرات يجب أن يكونوا مع الديمقراطية ومع السلام ومع العدالة ويطبقوا شعارات غيوة إعلان الحرية والتغيير وإن لم ينتموا حزبيا لأي منها هذا من ناحية تمام أستاذ عثمان أرجو أن الصوت يكون أوضح الآن يعني كنت أسألك عن موقف المجلس العسكري واتصالا بهذه النقطة أي من الضغوط الموجودة الآن على المجلس العسكري ربما تكون أجدى وأقوى في سبيل تعديل مواقفه سواء كان العسان المدني أو الضغوط الإقليمية مثل المبادرة الإثيوبية أو تدخل الاتحاد الإفريقي طبعا كل هذه الضغوط هي ضغوط مؤثرة جدا على المجلس العسكري الضغوط الإقليمية والضغوط الدولية من جانب مختلف المنظمات والدول مؤثرة جدا لأن السودان أصلا يعاني في النظام السابق كان يعاني من عزلة دولية كبيرة الآن ستزداد هذه العزلة وتؤثر كثيرا على اقتصاديات البلاد بصورة عامة ثم أن الضغوط الداخلية عن طريق استخدام سلاح للصيان المدني وهو أقصى سلاح ممكن متاح لمدنيا مؤثر جدا وسبقت تجربته أكثر من مرة وكان له التأثير كبير ويساهم في ضغط كثير من الأنظمة بصورة سريعة جدا فكل السلاحين نعتقد يتحقق ضغط كبير جدا على المجلس العسكري ولا أعتقد أنه يستطيع أن يقوى على التحمل هذه الضغوط الخارجية والداخلية لكن هل من ضغوط أخرى هل يتوقع هنا أن تكون هناك ضغوط أخرى دولية في هذا الاتجاه سيد عثمان الضغوط الأخرى ربما هي حتى في فجر أو صبيحة اليوم الثامن والتاسع والعشرين من رمضان الماضي المجزر التي حدست أمام بوابات قيادة الجيش هذه لها تبعات دولية كبيرة لأن هذه لن تكون قابلة للسقوط بالتقادم حتى لو قدم المجلس استقالته وترك تماما وانسحب من الساحة السياسية فستظل هذه التبعات الجنائية مثل هذا الحدث ماثلة أمام الجميع كأفراد وكمجموعة فهذا هو شكل ضغط كبير جدا ونتوقع أنه يكون له تأثير حتى على قرار المجلس في التخلي عن السلطة طيب هنا السؤال سيد عثمان عن الأوراق التي يمتلكها المجلس العسكري بإزاء هذا الوضع المتوتر يعني ضغوط في الخارج وتصعيد وعصيان مدني في الداخل كيف يفكر المجلس العسكري الآن وكيف يتخذ قراراته نعم يعني أنا كما قلت لك في بداية هذا البرنامج أن الخيار الذي أتوقع أو ربما هناك معلومات بصراحة ربما هناك تسريبات يتوقع في هذا الاتجاه هو أن يمضي قدما إلى المان في تشكيل مجلس وزراء متخليا عن الاتفاق السابق بينه وقوة حرية والتغيير وهذا طبعا سيكون خيار تصعيدي يعني يزيد من تأزيم الأوضاع أمامه هو ليس حلا هو مزيادة في أو إمعان في المشكلة لكن أعتقد أنه الآن ولو لم تكن هناك زيارة زيارة الوسيطة الإثيوبي رئيس الوزراء الأثيوبي لكان أعلن هذا التشكيل الوزاري وأعتقد الآن هو ينتظر فشل المبادرة الأثيوبية ليعلن هذا التشكيل الوزاري هذا الطرح أستاذ عبدالواحد كيف سيقابل من قبل علامة الحرية التغيير إذا أقدم عليه المجلس العسكري من المؤكد يعني الرفض دون أدنى شك والمغاومة السلمية دون أدنى شك وإضافة إلى ذلك اليوم تم تعيين شخص في منصب نايب رئيس البنك المركزي واسمه بنك السودان فرفض الشخص وقال أنه لا يستطيع أن يعمل لأن العمل دولاب العمل يحتاج إلى مؤسسات مدنية وبالتالي لا يمكن أن يعمل تحت تهديد السلاح كما يعمل الناس في مطار الخرطوم مثلا قبل أيام يعني ذهبوا إليهم في بيوتهم وأتوا بهم إلى مطار الخرطوم ومما جعل مؤسسات الطيران الدولية تطلع إنزار وما جعل كثير من خطوط الطيران تلغي رحلاتها بما فيها خطوط الطيران المصري وبالتالي لن تسير الدولة على هذا النحو لن تسير الدولة على هذا النحو والآن النظام المصرفي مهتس تماما عمليات المغاصر الإلكترونية طيب اسمح لسول عبد الواحد حتى أختم بهذه النقطة سد عثمان هل يعول المجلس العسكري في سبيل مواجهة هذا الموقف على انشقاقات داخل قوة للحرية والتغيير يعني هذه ربما كانت في مرحلة سابقة كان هنا ممكن أن يعول عليها قبل المجلس التي حدثت أمام القيادة العامة مجلس الساحة الاعتصام كان هذا التغيير باعتبار أن هناك كثير من اختلافات بين مجموعات وتحالفات قوة الحرية والتغيير وبعد ذلك لبيانات وهناك ربما مجموعة نجاء السودان لديها رأي في الطريقة التي تسير بها الأمور لكن الآن هذه المجزرة وحدت تماما ليسها قوة الحرية فقط إنما حتى الشارع السوداني ومكونات المجتمع السوداني كلها ضد المجلس العسكري الآن موحدة بسبب أو بحيثيات هذه المجزرة التي حدثت طيب اتصالا بهذه النقطة أستاذ عبد الواحد البعض يقول أن هناك انشقاقات داخل قوة الحرية والتغيير وعلى سبيل المثال موقف حزب الأمة مثلا من التطورات الأخيرة هو موقف ينفصل تماما عن الحراك هي ليست انشقاقات هي الصيد الصديق المهدي قدم صيغة قدم صيغة لتطوير غوى إعلان الحرية والتغيير حيث طالب بتشكيل مجلس تكون لديه المرجعية وهذا أمر طبيعي فيها أخذ وعطاء بين هذه الغوة والمكوناتها الذي أعده أن أقول لك أنه حتى حزب الأمة لا يستطيع أن يبعد عن مد جماهيره والتي هي جزء من جماهير السودان في هذه المواجهة الصيد الصديق مثلا طالب بأنه لعسل المدني يجب أن لا يمتد لفترة طويلة من الزمن يجب أن يكون محدود بزمن وممكن اللجوء إليه في أسبوع مثلا وتوقف حيالة الحياة ثم نعود إليه مجددا فهي مجرد تفكير حول تطوير السيغة وليس خلاف أو اختلاف نعم أستاذ عبد الواحد إبراهيم الكاتب الصحفي السوداني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وأشكر لأستاذ عثمان مرغني من الخرطوم وهو الكاتب المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار شكرا لكم مشاهدين متواصلنا معكم في وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل حزب المحافظين البريطاني يستعد لاختيار خليفة تيريزامي فهل ينجح في رأب الصادع وحل معضلة الخروج الأوروبي؟ السباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزامي ينطلق غدا بعد غلق باب الترشح على زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة والإعلان عن رئيس الوزراء الجديد في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل تحديات عدة تنتظر رئيس الحكومة المقبل في مقدماتها رأب الصادع داخل حزب المحافظين والسعي إلى حل لمعضلة الخروج من الاتحاد الأوروبي وبالنظر إلى خريطة المرشحين ومواقفهم المختلفة ما السيناريوهات المطروحة في ملف البريكزيت؟ وما تدعيات ذلك على العلاقة بين لندن وبروكسل؟ وما هي صورة المشهد السياسي الراهن في بريطانيا في ظل دعوات لإجراء انتخابات عامة وأخرى لإجراء استفتاء ثاني على الخروج؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش لكن بعد هذا التقرير تكهنات وعلامات استفهام متعددة مطروحة على الطاولة منذ دخول استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي حيز التنفيذ فمن بين عدة مرشحين سيختار أعضاء حزب المحافظين الحاكم أحدهم لخلافة مي في رئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء رئيس الوزراء المقبل سيواجه عدة تحديات في مقدمتها رأب الصدع داخل الحزب أولا ثم الشروع في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي غير أن ذلك قد لا يبدو بالأمر استهل في ظل الاتفاق الحالي والذي يتمسك الاتحاد الأوروبي بعدم النقاش بشأنه من جهة ورفضه البرلمان ثلاث مرات من جهة أخرى وأيا كان اسم المرشح المقبل تلوح في الأفق ثلاثة احتمالات لما يمكن أن تشهده العلاقة بين لندن وبروكسل خلال الفترة المقبلة أول هذه الاحتمالات هو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ويقود ذلك التيار وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي لخلافة مي والذي أكد ضرورة استعداد بريطانيا لخيار الخروج من دون اتفاق وشدد على أهمية الخروج في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل ثاني الاحتمالات هو محاولة التواصل من جديد مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعديل الاتفاق الحالي بما يسمح بعرضه على البرلمان مرة أخرى ونيل الموافقة عليه ويتزعم ذلك التيار وزير الخارجية الحالي جيرمي هونت الذي وصف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بالانتحار السياسي أما ثالث الاحتمالات فهو إمكانية تأجيل الخروج مرة أخرى ويتزعم ذلك التيار وزير البيئة مايكل جوف الذي يفضل الخروج من دون اتفاق عن الاستمرار في الاتحاد الأوروبي لكنه أبدى مرونة في تأجيل الخروج قليلا مقابل التوصل إلى اتفاق مرض مع الاتحاد الأوروبي وعليه فإن على المواطنين في بريطانيا الانتظار لما يمكن أن تشهده الأيام المقبلة لمستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل وجود أصوات تطالب بإجراء انتخابات عامة وأخرى تطالب بإجراء استفتاء ثاني لحل معضلة الخروج الممتدة منذ سنوات موسيقى 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 أرحب بضيفي هذا الملف من لندن الأستاذ عبدالله حمودة الكاتب والمحلل السياسي ومن بروكسل الأستاذ رمضان أبو جازر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث مرحبا بكم أستاذ عبدالله أبدأ معك والبحث عن خليفة لمي هو حل لمشكلة حزب المحافظين أو مشكلة خاصة بحزب المحافظين أم هو حل لمشكلة بريكزيت أيهما يأتي في الأولوية أعتقد أن الأولوية من وجهة نظر حزب المحافظين هي اختيار زعيم يحاول توحيد الحزب لكن الواقع القائم ينذر بغير ذلك والمشكلة ترجع أساسا إلى ضعف على مستوى القيادة في حزب المحافظين وفي كل الأحزاب الأخرى في النظام السياسي البريطاني وهذا الضعف على مستوى القيادة هو الذي أنشأ المشكلة لأن كان هناك في البداية انشقاق في داخل الحزب عندما رجحت كافة اليمين المتشدد ففشل ديفيد كاميرون وقرر اللجوء إلى استفتاء باعتبار أن ذلك قد يرغم الحزب على الالتزام بقرار الشعب للأسف الشديد يعني صوت الشعب البريطاني بأغلبية 52 ضد 48 للخروج وهذا يعني انقسام إلى النصف وتبين بعد ذلك أن هذا التصويت جاء بالنتيجة لتضليل في المعلومات وكثير من الناس يطالبون بمراجعة هذا الموخف فأصبح هناك الخلاف على مستوى الحزب الخلاف على مستوى الوطن والخلاف مع الاتحاد الأوروبي لأن بريطانيا رغم أنها ثالث قوة دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي وأحد الأربع الكبار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلا أنها لا تستطيع أن تقف على قدم المساواة في مواجهة السبع وعشرين دولة الأخرى المشكلة أنه الزعيم المرجح وهو بوريس جونسون للأسف الشديد ينتمي إلى طيار اليمين المتطرف والذي يرجح الخروج دون صفقة ومن ناحية أخرى أن بزوغ نجم حزب بريكزيت وتهديده للقاعدة الانتخابية لحزب المحافظين يجعل المحافظين يتحركون إلى اليمين مجددا من أجل كسب التأييد التقليدي لهم وهذا إذا حدث سيؤدي إلى خسران حزب المحافظين للتأييد على المستوى الشعب البريطاني وهذا ما ينذر به كثيرون بأنه سيسبب لهم مشكلة وكما أن بوريس جونسون لا يبدو سياسيا قديرا بقدر ما هو رجل استعراضي سنأتي إلى خلفاء تيرزامي حتى لا تفوتنا هذه النقطة دعني أتحول إلى بروكسل وأسأل أستاذ رمضان أستاذ رمضان بروكسل كيف تنظر إلى هذا التطور يعني بدءا من الإطاحة حتى بتيرزامي انتهاءا بزوغ نجم خليفة لها أو قدوم خليفة لها بروكسل بتتابع هذا الأمر يهمها هذه التطورات أم لا مساء الخير دكتور خالد حقيقة المشهد مثير للاهتمام ما يحدث في لندن لكن كان متوقعا من قبل بروكسل سقوط حكومة تيرزامي منذ أشهر وأيضا كان متوقعا ظهور نجم السياسي اللامع في حزب المحافظين أو يعتبر من أحد سقور المحافظين والذي كان لامعا حتى أثناء قيادة مي للحكومة البريطانية والحزب المحافظين بوريس جونسون الذي لم يخفي مواقفه السياسية والتي كان يعجب بها حتى الرئيس ترامب ويصرح بذلك الأزمة في لندن لا يوجد أي تعليق من بروكسل بهذا الخصوص هذه معركة انتخابية داخل حزب بريطاني ليس من الحكمة أو الذكاء أن يعلق عليها الأوروبيون أي تعليق وإن كانوا يتابعون ما يحدث في بريطانيا باهتمام الموقف الأوروبي بداياته ونهاياته واضحة جدا الأوروبيون شكلوا لجنة مفاوضات لمدة أكثر من عامين فريق تفاوض مع فريق تفاوض بريطاني تم الاتفاق أو التوافق على الاتفاق في شهر مايو عام 2018 وتم التوقيع عليه بشكل رسمي من تواقم الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية في نوفمبر 2018 أي الأوروبيون من الشكل القانوني هم غير ملزمين بغير ما تم التوافق والتوقيع عليه وعلى أي حكومة بريطانية قادمة سواء يقودها جونسون أو غيره فهي ملزمة بموقعة عليه مع الاتحاد الأوروبي هذا بالعلاقات الخارجية بين لندن والاتحاد الأوروبي أما ما يحدث في لندن هو انقسام انقسام حزبي انقسام داخل المجتمع وانقسام داخل حتى مجلس العموم إذا شهدنا المشهد هناك 11 مرشحا للمحافظين لرئاس المحافظين طامعين أو طموحين لقيادة الحكومة البريطانية المقبلة وأمامهم عديد من المشاكل أهمها موضوع البريكسيت هذا من ناحية الخارجية ولكن تجميع وإعادة تدوحدة إلى الحزب المحافظين وهذا ليس بالأكيد إذا ما قلنا أن هناك ثلاثة من المرشحين من العيار الثقيل إذن المحافظين حتى لو فاز جونسون برئاسة الحزب وبرئاسة الحكومة سوف لن يكون لديه أغلبية صاحقة من المحافظين تدعمه في مجلس العموم ومجلس العموم كما شهدنا أن تيريزا مي قامت بكل المحاولات الممكنة واستنفذت كثير من المحاولات التي من شأنها أن صعبت مهمة من يخلفها أيا كان تيريزا مي توجهت إلى بروكسل بموضوع بريكسل عدة زيارات مؤخرا ولم تنجح بحرف الأوروبيين عن ردودهم المتماسكة بعدم العودة إلى التفاوض أي أن كانت جونسون ليس لديه حلول سحرية هو خطابه اليوم هو خطاب من قبيل دعاية إعلامية لحزب الحزب أنت ذكرت بوريس جونسون كأبرز المرجحين لخلافة تيريزا مي لكن هناك مرشحين آخرين أو متنافسين آخرين على خلافة تيريزا مي أستمحكم عذرا أن نتوقف هذه الوقفة القصيرة ضيفية الكريمين مع أبرز المرشحين لخلافة تيريزا مي وأهم مواقفهم من القضية الأبرز وهي قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم نعود إلى الحوار ترجمة نانسي قنقر أستاذ عبد الله لعلك تابعت معنا هذه الأسماء هل نستطيع أن نقول أنه من الممكن أن نضع بوريس جونسون وأندريا لتسم ودومينيك راب في معسكر واحد باعتبارهم من داعمي البريكزيت وإن اختلفوا مع تيريزا مي ونضع في المقابل ساجد جويد ومايكل جوف وجيرمي هانت في معسكر آخر باعتبارهم معارضين أو متشككين أو مترددين بإزاء الخروج هل هذه تقسيمة تقريبية؟ أعتقد أنهم جميعا يريدون الخروج ولكن بأشكال مختلفة والثلاثة الآخرين من مجموعة الستة التي تفضلت بذكرها يرفضون الخروج بدون اتفاق وإن كان مايكل جوف في لحظة معينة ربما يلجأ إلى ذلك ولم يستبعده النقطة المهمة هي أن حزب المحافظين يعاني من التشتت الكبير ويسيطر عليه في الوقت الحاضر اليمين المتشدد مجموعة الأبحاث الأوروبية التي يترأسها جيكو بريس موغ ويعتبر من أبرز أعضائها بوريس جونسون ولديهم تخوف من ارتفاع أسهم نايجيل فراج وحزب البريكزيت لكن لو رجع الأمر وهو لديهم تخوف شديد من إعادة الاستفتاء باعتبار أن كان هناك تضليل وكانت هناك خضية رفعت ضد بوريس جونس نفسه باعتبار أنه كذب على الرأي العام وزعم أن هناك 350 مليون جنيه سترليني في الأسبوع تدفع إلى الاتحاد الأوروبي ويمكن توجيهها إلى خدمات الصحة لا يثق أحد بأن هذه الحكومة اليمينية يمكن أن تحافظ على جهاز خدمات الصحية الوطنية ومن ثم كل هذا الكلام يثير تساؤلات بشأن الثقة في هذا الحزب وحمايته للمؤسسات الوطنية طب هنا أستاذ عبد الله هي أنهم يستندون إلى ما يمكن وصفه بأنه قاعدة تفضل اسمح لي أستاذ عبد الله هل يفهم من هذا أنه مهما كانت شخصية من سيخلف تريزا مي وباعتباره منتميا لحزب المحافظين فهو سيحافظ على مسألة الخروج بغض النظر عن وسائل الخروج أو طريقة الخروج يعني لا عودة هنا عن مسألة الخروج سيناريو استفتاء ثاني غير وارد من قبل حزب المحافظين حزب المحافظين لا يريد استفتاء مرة أخرى حتى الذين كانوا يريدون البقاء لأنهم شعروا أن المد يتجه في اتجاه اليمين وعليهم المحافظة على وضعهم والمشكلة هنا أنه يتم وضع المصلحة الحزبية فوق المصلحة الوطنية ومن ذلك أيضا أنه كلما اشتد الخلاف داخل حزب المحافظين وظهر ممزقا وغير قادر على الاتفاق على موقف موحد يتم يتشدد الهجوم على حزب العمال وزعيمه جيرامي كوربين حتى يعني لدرجة السخرية منه وازدراؤه حتى يبدو وكأنه غير مؤهل للحكم وذلك من أجل أن يظل حزب المحافظين في الحكم يعني هذه مشكلة أصبحت الطبقة السياسية في بريطانيا تعاني من أزمة وهناك ويشعر الشباب لكن حضرتك قلت يا سيدة عبدالله أنه الشعب نفسه تعرض لخدعة باللوم والمسؤولية لأنهم أنت قلت أنه الشعب تعرض لخدعة وتعرض لتضليل في حيسيات مسألة الخروج ووعد بوعود التضح أنها وهمية يعني إذن من الممكن أن يرفض الشعب مسألة الخروج بحزبه بتصوراته ويعود مرة أخرى إلى الاستفتاء ثاني هذا هو يعني يطرحه كثيرون سواء من حزب المحافظين أو غيره وهم يعرفون أنه لو عاد إلى الاستفتاء مرة أخرى فستكون النتيجة ربما 55% لصالح البقاء و45% لصالح الخروج على عكس ما رأيه يعني تم بيع يعني فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي للبسطاء على أنهم يوجهون منافسة في وظائف أستاذ رمضان ولا يحصلون على مخدمات الحكومة أستاذ رمضان المجزر إذن أوروبيا لا جديد تحت شمس الخروج ومهما كان خليفة مي بغض النظر عن من هو سواء كان داعم للبريكزيت أو مدافع عنه أو معارض أو متشكك أو متردد وهي الصفات التي يعني لصيقة بكل من هؤلاء المرشحين على اختلافهم إذن لن يختلف الأمر مع خليفة تيريزا مي أوروبيا أقصد هنا وهذا ما نرجحه نحن في بروكسل إن خليفة تيريزا مي سوف يصطدم بعد أول لقاء له مع الأوروبيين بأن هناك نقاط لن يكون من المأمول العودة بها إلى لندن وكأنه قد حقق إنجازا هذا التفاوض استمر لمدة سنوات وتم الخوض في تفاصيل التفاصيل وتم تقديم كثيرا من التسهيلات إلى تيريزا مي تيريزا مي عندما غامرت حتى بكرامتها السياسية عندما ذهبت إلى عدة استفتاءات فاشلة واستمرت كانت تعي جيدا أن المهمة لن تكون سهلة وكانت تريد أن يتفادى حزب المحافظين التي ترأسه هي وترأس الحكومة من خلاله هزيمة كبرى أمام الشعب البريطاني أو كانت تريد أن تتفادى تراجع حضوط حزب المحافظين وهو ما حدث فعلا ولكنها لم تنجح حاول تتوسل الأوروبيين أن تتحصل على مزيدا من الوقت وتحصلت على الوقت ولكنها لم تحصل على ما أراده السقور لدى المحافظين عملية الخديعة التي مارسها السقور في المحافظين إبانا الاستفتاء والتي وجهت الاستفتاء إلى نتائج تقريبا الكل يجمع غير منطقية وهناك عديد من الاستفتاءات أظهرت في بريطانيا أن المعظم البريطانيون إذا ما ذهبوا لاستفتاء آخر سوف يسويطون بالبقاء ولا للانفصال شكرا جزيلا لك سيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحث من بروكسل وأشكر من لندن السيد عبدالله حمود الكاتب والمحلل السياسي وأشكر لكم مشاهدين نهاية هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابع نهاية هذه الحلقة من برنامج وراء الحدث